الكرك وضيفه الكريم صباح الخير مرة تانية رعد يعطيك ألف عافية صباح الخير إلك داما من جديد وينصباح خير لضيفه الكريم لكل مشاهدينا الكرام يعطيك العافية رعد يعني فعلا هالمكان الجميل اللي أنت موجود فيه هالمكان السياحي اللي أيضا هناك فيه كتير من من يزورون الأردن لابد من زيارة وادي بني حماد نتعرف أكثر على المنطقة وعلى تفاصيل من خلال ضيفك الكريم الهوى معك شكرا داما ويعطيك العافية طبعا بدي أرحب بكل مشاهدينا الكرام من جديد يا هلو يا مرحب بقافة برنامج يوم جديد احنا معكم من محافظة الكرك وتحديدا من قرية بتير هذه القرية الرائعة جدا رح نتحدث عنها بشكل أوسع مع الأستاذ سعد الله المعايطة عضو مجلس بلدي الكرك لمنطقة بتير بيصبح عليك يعطيك العافية صباح النور والله يعطيك العافية وأشكر أرحب بالتلفزيون الأردني بيوم جديد وأشكر العاملين على البرنامج وأشكر سيد البلاد على مواقفه واهتمامه بالشعب الأردني أبو محمود بدنا تحكينا ببداية عن منطقة بتير بشكل عام منطقة بتير تبعد عن المركز المحافظة 23 كيلو فيها الخدمات يحدها من الجوانب ثلاثة أودية والمدخل إلها منطقة وادي بن حماد منطقة سياحية أو منتجة سياحية يرتاد كل الأردنيين في فصل الربيع وفي منطقة حمامات معدنية في الوادي يزورها كافة القروبات السياحية العالمية وهو معلم سياحي واضح ينقص من ضمن الطرق ينقص الخدمات هاي رح نحكي عنها لما ينقص هذا الموقع كونك أنت الآن عضو مجلس بلدي الكرك منطقة بتير ولكن تأكين عن ما يميز منطقة بتير من تربة من زراعة من أيضا هناك أشخاص بيجوا على منطقة بتير ولكن ما بعرفوا الطريق من أين تبدي على بتير أو بتجيب على بتير المنطقة زراعية مشهورة بزراعة الحبوب تربة حمراء خاصبة ينقص المعالم الرئيسية أو اللوحات الإرشادية لمنطقة بتير ومنطقة وادي بن حمد نتحدث عن وادي بن حمد أبو محمود ما يميز وادي بن حمد وما هو المنتجع داخل وادي بن حمد وأيضا الطرق المؤدي إلى وادي بن حمد وادي بن حمد هو عبارة عن منطقة زراعية ثرية في زراعة أشجار الزيتون والعنب وفي الوادي مجموعة شغلات أو مجموعة مزارع لزراعة الخضروات مثل البندورة والاخيار والباذنجان وهو عبارة عن منطقة شفا غورية مروي من الطبيعة في قني لكل قطع راضي بنقص صيانة القني وبنقص الواد طرق سيئة طرق زراعية سيئة رسالتك وأهدافك الآن كونك عضو مجلس بلدي الكارك المنطقة بتير ما هي الأهداف لمنطقة بتير وتحديداً لوادي بن حمد؟ منطقة بتير نحن قاعدين نشتغل على تطوير المنطقة من حيث الطرق والبنية التحتية اللي فيها المدارس المراكز الصحية نحن بحاجة لمركز صحي شامل كون منطقة توادي بن حمد فيها برق كثيرة وبصير فيها حالات غرق ووفاة وبحاجة لمركز إرشاد زراعي في المنطقة وبحاجة ل... محمود إحنا قبل الحاجة بدنا نحكي عن مميزات الوادي مسافة وادي بن حمد مسافته بمشي على أقدام بجو زوار وسياح من خارج البلاد كم مسافة الوادي إلى الداخل؟ المسافة الداخلية في وادي بن حمد حوالي 12 كيلو متر مربع برتادوا السياح من جميع أنحاء العالم بوقفوا الباصات الجت السياحية بتوقف في بتير وبينزلوا بباصات أخرى وبستعملوا رجليهم سيرا على الأقدام لما يصلوا لمواقع الحمامات السياحية ويرتادوا من كل أقطار العالم الموقع السياحي وإحنا بحاجة لصيانته وبحاجة لطرقه رسالة منك لكل مشاهدين الكرام لزيارة منطقة بتير وقرية بتير الراعة بأهلها وناسها وأيضا إلى وادي بن حمد الرسالة اللي بوجهها أنه لكل الأردنيين تشجيع السياحة الداخلية للأردنيين كما وأنه لتطوير الموقع نحتاج إلى السياحة الخارجية وترويج الموقع سياحيا على مستوى العالم نعم نحن الآن بجزء قليم نشوف أبو محمود ويريت مصورنا فايز زبن هناك تعبيد لشوارع منطقة بتير هل هي هاي من الأهداف اللي كانت مطروحة لعضو مجلس بلدي الكرام؟ هاي من ضمن المطالبات اللي قمنا فيها مجلس البلدي النشارة الرئيسي تأهيله وتوسعته من أجل الوصول إلى المواقع بشكل رصبي هناك اهتمام واضح من قبلكم الآن في منطقة بتير وأيضا ودي بن حمد نعم شكرا إليك سيدو يعطيك العافية الله يعطيك العافية طبعا مشاهدين كرام زي ما اسمعنا من سيد أبو محمود المعايطة عضو مجلس بلدي الكرك منطقة بتير هناك يعني إرشادات وهناك رسائل وجهها أبو محمود وإن شاء الله نتصل لأي الرسائل منطقة وادي بن حمد ومنطقة بتير رائع جدا الجو فيها لطيف والآن جميع الطرق بتودي لوادي بن حمد بشكل ميسر لكل الزوار والسياح من خارج البلاد وندعو هذه الدعوة عامة إلى كل شخص قاعد يشوفنا زيارة وادي بن حمد هذا الوادي الرائع جدا 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 يعني صعب أوصلكو هذا الوادي ولكن زوروا هذا الموقع وشوفوا جمال هذا الموقع الجميل الآن رح أرجع إلى زملائي في سوديو برنامج يوم جديد لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد وبق وبعد قليل إن شاء الله رح نكون معكم في موقع آخر من منطقة بتير رعادي يمكن هاي تكون بالأول دعوة إلي أنا للزيارة لأنه فعلا أنا سمعت عن هاي المنطقة كتير وإنت عم تورجينا فعلا جمالياتها من خلال قافلة برنامج يوم جديد عم بشوف الواحد يمكن مناطق جميلة ما زارها للأسف بالأردن يعني داما بصراحة يعني وادي بن حمد أنا بجوز معرفته إلا بقافلة يوم جديد وأنا متمنى أنك تزوري بصراحة معنا يوميك بالقافلة يا دام شو رأيك؟ إن شاء الله بتعرف مرات إحنا منكون كسولين لما منكون في بلدنا لأنه متمنين أنه هاي منطقتنا والمنطقة الجميلة اللي احنا منحبها فمشوي منكسل لكن فعلا يجب زيارته لأنه من المناطق الجميلة ويعني أنا بشكركم عم تنقلونا من خلال برنامج يوم جديد لكل مناطق المملكة وهذا من أهداف ورسائل